في المعركة ضد كورونا، يبدو أن الضوء الذي انتظره العالم في نهاية النفق قد بدأ بالبزوغ، حيث بدأت حملات التطعيم ضد الفيروس تؤتي أكلها. إذ أعلنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أعلنت تخفيف توجيه ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد كورونا. كما أنه لم يعد يوصى بأن يرتدي الأشخاص الملقحون بالكامل الكمامات في الهواء الطلق وسط الزحام، لكن يظل التوجيه الجديد يدعو إلى ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة المزدحمة مثل الحافلات والطائرات والمستشفيات وغيرها. الرئيس الأمريكي جو بايدن أشاد بهذه التوصيات الجديدة واصفا ذلك بأنه يوم عظيم داعيا الأمريكيين الذين لم يحصلوا على التطعيم إلى تلقيه دون تأخير. لكن كسر القيود التي فرضها تفشي كورونا ليس على المستوى الأمريكي فقط، ففي ألمانيا قال وزير الصحة إنه ينبغي المضي في الخروج من العزل العام. وتبدأ مناطق عدة بما فيها العاصمة برلين خلال الأيام المقبلة رفع القيود، ومنها السماح بتناول الطعام في الأماكن المفتوحة، فيما تخطط ولايات ألمانية عدة لإعادة الفتح على مراحل، مما يسمح للمطاعم باستقبال الزبائن في الأماكن المغلقة. أما فرنسا فتعتزم السلطات فيها فتح المتاجر وشرفات المطاعم والمقاهي في التاسع عشر من الشهر الجاري، لكن عملها سيقتصر على نصف طاقتها الاستيعابية، في حين سيكون تناول الطعام داخل المطعم ممكناً، اعتباراً من التاسع من يونيو المقبل، وأيضاً بنصف الساعة. في بريطانيا، واعتباراً من السابع عشر من الشهر الجاري، سيتم أيضاً تخفيف القيود بما فيها تلك المتعلقة بالتباعد الاجتماعي، إذن تبدأ الحياة في العودة إلى طبيعتها تدريجياً، ورغم ذلك يحذر خبراء من أن تخفيف القيود بوتيرة سريعة قد ينذر بتفش جديد للفيروس، مشيرين إلى ضرورة أن يقابل هذا التخفيف حملات تطعيم سريعة. ترجمة نانسي قنقر